جماعتنا أم كلسوم فماذا تفعل بنا الكرة؟ جماعتنا كعرب الأهل والوداد لتنين الرابط التاريخي بينهم سيدة الغناء العربي أم كلسوم القصة التاريخية لالي وهو بيواجه الوداد بيواجه تاريخ له جزور مصرية في التسمية بيحكى في المغرب أنه سر تسمية الوداد المغربي أنا كنت حريص على الهنمان ده عشان تحكي لنا القصة صحيح قصة نشأة الوداد مناضل مغربي كبير الأب جيكو واسمه بالكامل محمد ابن الحسن التونسي العفاني محمد ابن الحسن التونسي العفاني ده مناضل شورته الأب جيكو الأب جيكو جات له الفكرة لتأسيس نادي برضو في إطار نفس طبيعة النشأة للنادي الأهل تجميع الشباب وتجميع القوى الوطنية عندهم استعمار فرنسي في إطار تفعيل كل القوى الوطنية المناهضة للاستعمار الفرنسي تم إنشاء هذا النادي بدأت الفكرة بإنشاء نادي للسباح ثم لكرة القدم لكن التسمية جات منين هم قاعدين محترين في التسمية ومحترين في يكملوا النصاب بتاع الاجتماع فتأخر واحد منهم اللي تأخر ده اسمه محمد مسيس محمد مسيس ده موليد 1907 يعني هو موليد نشأة النادي الأهلي فهم قاعدين سنة 37 30 سنة بعد نشأة الأهلي شاب عنده 30 سنة اتأخر انت اتأخرت انت اتأخرت هم اللي قاعدين في الاجتماع محترين في الاسم قالوا كذا اسم وهو داخل عليهم بيقولونه انت اتأخرت ليه قالوا موداد هو كان اتأخر في البيت يتفرج على فيلم موداد بتاع أم كلسوم فاللحظة اللي هو بيقول موداد وهم مش عارفين يعني ايه موداد عما اللي قالوا موداد فإذا بزغروطة تطلع من شقة مجاورة ليهم فاعتبروا انه ده فالحسن وان الاسم له صدا كويس عندهم قال لأ طب ايه رأيكم ما ده اسمه كويس بعملوا اجتماع تاني عشان يصوتوا على الاسم بين الثلاث اربع اسماء الى ان استقر على تسمية نادي الوداد بسبب فيلم ام كلسوم وداد دي تسمية الوداد البيضاوي وهو نشأ في 1937 زي ما قلت لحضراتكم يعني الثلاثين سنة بعد نشأة النادي الآلي في مدينة الدر البيضة بيتقاسم الشعبية فيها هو والرجاء المغربي اللي بيقال انه الرجاء البيضاوي الاب جيكوا زميله خنوه وانشقوا عنه فحب يعمل نادي تاني فقالوله هيكرروها معاك فقالهم الرجاء انه ما يعملوها فسمى الرجاء بسبب انه بيتمنى انه اللي حصل معاه في الوداد ما يحصلوش في الرجاء الاهل وزي مالك رئيسه سعيد الناصري تحدث عن اللي حصل في ارض الملعب ده كلام مهم جدا يا جماعة لإقرار العدلة بين الكل لانه اللي تقال وقتها كان كلام خطير عرضناه وقتها واحنا بنستعرض احداث النهائي اللي فضل معلق ورحل المحكمة وهو بيقول الكلام اللي حنسمعه دلوقتي كان بيقوله باستنكار لانه كان عايز حقه في ساعتها كان عايز حقه وقال انه تعرض عليه عرض غريب نفكركم بيه سعيد الناصري رئيس نادي الوداد نشوفها معك نكتر القير والقال وتوجد معنا ديالك اليوم بشيء والضحف بالعديد من النقاط واش يعني صحيح انه كانت هناك مسامة بان يعني بعض المسؤولين طلبوا منكم مواصلة المباراة مقابل ربما بيدون استثناء كلهم بيدون استثناء كلهم مقابل يقالبون كملوا الماتش معنا خليونا ديواد كسد لعمش زي ديالكم لعمش زي ديالكم احنا مكنش كنتخول كل مسؤولين بلا استثناء سوامونا في الملعب قالوا له كملوا المباراة والبطولة الجاية ليكم هو أنا عايش حقي هو بيكلمه بقوله الرئيس الكونفدرالية أفريقية قالوا لا بلا استثناء كل مسؤولي في أرض الملعب سوامونا على هذا كملوا المباراة والبطولة الجاية ليكم والراجل قال بمنتال احترام احنا ما كنا عايزين إلا العدالة احنا مضينا اتفاقية زي ما قال احنا مضينا هي دي بقى كلمة اللي تهمنا انه فيه فار موجود في الفاينل تم تطبيق الفار في مباراة الزهاب لماذا غاب الفار في مباراة الاياب هو بيقول كده ده حق طبيعة وحق مشروع لكن ما قبلش المساومة وما قبلش هذا العرض ده مش منتس مش ما قبلش قال انا عايز حقي دلوقتي ما تقوليش انا اديك نتمنى ان احنا نبني عالجملة دي انه ما يقبلش ياخد اكتر من حقه كلنا ما نقبلش ناخد اكتر من حقنا لهذا تلعب فورة القدم نتنافس وكله عادي يبدو الاقصى تغطور لربنا وفقه يعني يسعد والخسران ما نحسش انه مظلوم شعور بالظلم وحش يا أستاذ براير طيب موقع هباب بريس المغربي الوداد يضرب مع الاهل المصري في نصف نهاية دور الابطال والمنتخب المغربي قالت حوار مصري مغربي في المربع زهب للابطال الرجاء والوداد ادهوا ادود موقع فبراير المغربي لأول مرة في كاس العصبة مربع زهب مغربي مصري خالص المغرب 24 رغم سقوط امام النجم الساحلي الوداد يتأهل لنصف نهاية العصبة الافريقية طبعا نتاج موجهات الاهل والوداد اللي اتنين هيتقابلوا في شهر مايو زي ما قلت لحضراتكم الاهل السابق انه لعب مع الوداد كتير من المرات قبل كده التقى الاهل والوداد في ثمان موجهات في دور الابطال الاهل التمكن من تحقيق الفوز مرتين التعادل فرض نفسه في اربع مباريات و ثلاثة اخرى انتهت بالنتجة التعادل الايجابي الاهل خسر من الوداد مبارتين يعني منتهى الندية ومنتهى التكافر الاهل فاز مرتين الوداد فاز مرتين من التمن مباريات واربع تعادلات ده الوضع يا بشموندس الاهل يطوي الصفحة الافريقية عنده وقت كافي جدا احنا بنتكلم في اول مايو يعني حوالي حاجة وخمسين يوم اعتقد هيكون فيها ترتيب كبير جدا وسمعت وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبح مبارح بيقول لكابتن احمد شبير ان شاء الله مبارتين الاهل والزمالك في نصف النهائي هيتلعبوا في استاد القاهرة باذن الله فده يبقى تأجيل التطويرات في استاد القاهرة عشان يلحق يستقبل حسنا هذا يبقى لازم نثمن هذه الجهود ونشكر الوزير ونشكر المسؤولين على الاستاد لان احنا في لحظة تاريخية لا تتكرر كثيرا